بحث وزير الخارجية سمح شكري ونظيراته اليابانية يوكو كامي كاوا تطورات الوضع في قطع غزة والجهود المشتركة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدة الإنسانية وخلال المباحثات الهاتفية جدد شكري رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القصري لسكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية وأي اكتياح بري لمدينة رفح الفلسطينية اشتركوا في القناة